صلاة بولوس لهذه الكنيسة أو لشعب أفسوس أن يعرف الله وأن يصل إلى ذروة هذه المعرفة المعرفة العليا كما كتب الرسول أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح هذه المعرفة شيء متطور ونمو مستمر في حياة الإنسان المؤمن طبعا في أفسوس كانت تفتخر بالمعرفة فمثلا وراء مكتبة كانت تحتوي على 200 ألف مخطوطة وكان في مدارس وقاعات للمحاضرات الفلسفية أو المحادثات في هذه الأماكن هذا الطريق بوصل إلى الأجورة التجارية أو الأجورة التاعة المينوينك الملطقة الناس الساحة العامة التي كانت تلتقي في الناس فيحث بهذه الصلاة إلى وصول إلى كمال المعرفة المعرفة الأولى هي معرفة الخلاص أن نخلص بيسوع المسيح ثم استمرار هذه المعرفة هي حياة القداسة أن نكون مشابهين صورة يسوع المسيح كمال هذه المعرفة هو التمجيد أن نصل إلى الذروة العليا إلى أقصى أمور المعرفة حتى نكون طبعا بفكر مستنير فكر سماوي من أجل هذا أحباء مرة أخرى العالم يمكن ما بيستوعب أو ممكن يفهم هذه الفكرة كما قال الرسول بولوس الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله فمثلا الشخص الملحد مثلا يدعي أنه لا يوجد إله بالأصل لا يوجد إله لنا حتى نعرفه الأجنوستيك طبعا بيصرح شيء آخر إذا في إله إذا يوجد إله لا نستطيع أن نعرفه فالملحد بينكر وجود الله كليا حتى يعرف والأجنوستيك طبعا إذا في إله أنا صعب أوصل إلى هذه المعرفة لكن صلاة بولوس إلى كنيسة أفسوس أنه يزدادوا بهذه المعرفة وهذا أحباء ضد الظلمة بكلمات أخرى ضد الجهل أو العمى الروحي أن ننمو بالمعرفة اشتركوا في القناة